السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي فيديو جديد اليوم إن شاء الله غضي نتقسم معكم تريد بالطريقة المعتمدة عندي من السمبل خرقهم البلدي يجي ناشف من الزيت والورقة على خطها كي يجي شفاف وخفيف الرفيسة ديالو كي تجي من آلد وأرواع ما يكون طريقة بسيطة جدا وناجح من أول جريبة إن شاء الله تتهمدوا الطريقة بس حاول راحة منطور شريكم ونخليكم مع المقادير وطرقة سحبها وإذا عجبكم الفيديو فضلا مريسة أمرا ما تنسوش أنكم سبارتاجيوا مع الأهل والأحباب ما تبخلش رياب وحجيم للتشجيع وندسوا الوصفة مباشرة بسم الله على بركة الله نحتاجوا في هذا الإناء كيلو ونصف ديال الدقيق مخلط عندي ثلاثة ديال أنواع ديال الدقيق عندي كيلو ديال الدقيق ديال الفارينة وعندي نصف كيلو مخلط ما بين فورس وفينو ميسين وخمسين جرام ديال الفينو وميسين وخمسين جرام ديال الفورس مو من سكيلو مجموعة كيلو ونصف نحتاجوا للملح حسب الضوف وعندي هنا يوحد الملعقة ديال الخرقم البندي دالولي نغرب له صافيك نخلط المكونات أو الدقيق مع بعدياته وغادي نحتاج الماء بارد ديال الروبيني باش غادي نعجن هاد العجينة للمكا نضيفوه تدريجيا حتى كد جمالية العجينة القوام ديال العجينة يكون شوية قابط راسو موين ما تفخفوهاش العجينة سكون عادية طف اذا بابا ديكا جمالية بريكا نجمعها بالماء غادي نديرها فوق الخامة هنرى الكمية شوية كبيرة لانا كيلو ونصف غادي نقسمها لجوجها وغادي ندلك بشوية بشوية ندلك تقريبا وحد الخمسة ديال الدقيق حتى كنت تحصلوا على وحد القوام اللي كيكون ارطب وفي نفس الوقت العجينة تكون قابط راسو ارطبها ولكن قابط راسا موين ما لك ندلك هاد العجينة هادي كاملة سوف يكون نديرها هنا يا كر نجعل هاد الإناء هذا غادي نديرها شوية ديال زيت نباتية وغادي نخليها ترتاح مهم غير خليها ترتاح لحقاش مفعلة خميرة لتشي حاجة يعني وخدت عجنوها بالليل وتخلي واحتل لغادي برد حنوها هكاد نديرها لوجه ديالها بالزيت باش متشكش لكم ديك القشرة وغطيها ضروري بالبلاصيك والعجينة كما قطيكم تكون شوية رطبو لكن في نفس الوقت قابط راسا باش ما تترخيش كتر من نقياس اكثرية في الصيف ما زال في الجو بارد مشي مشكلة الوقت قد تخطوها شي شوية لان الجو كيكون بارد اما في الحال السخون ضروري عجينة تخليها شوية قطة راسا لان الصف كيف خير عجينة اكثر من القياس صافينا خليتها خليتها مع تشاربها بسوية ولا مع ترتاحة مع راسا من بعد عدوش كنشكل لهم كل حبة كنديرها قد المشماشة صار فيه درسم فضلاتة هذي اللي دهنتها بالزيت ودهنت اللي بحتهم الوجه ديانهم بالزيس وكنقسم هاكا كندير البلاستيك الوسط وكن باش منقويش علي قوة المعان كنديرش شي فوق شي ولكن بيناتهم البلاستيك المويمة هنا را غير لنص الكيمية ديان اللي عجينة اما النص الاخر را ما زال باقي عندي في الانع حتى نكمل هذي كمية عاد باش هادينا نشكل الكمية الاخرى باش اللي عجينة ما تترخيش كتر من اللقياس ففيكن ناخدها ككورة وكندهن سطح العمل بزيت نباتي وكنورقها مزيان بشكل موضح في الفيديو حتى كتبالي رخامة صافيو كندير في المقلاء بالنسبة للمقلاء ما كنرشوش نهائي بالزيت والتريد را ما كنحمروهش غير كيش تفرسو فقط لانه ورقيق رضغية كيطيب النار كيما قديكم النار مهيلة والمقلاء كندهنة غير من مرة اللولة بالزيت فقط من بعد ما كنرقاش الرش الزيت كندهن بالزيت وكنمسح عكا باش متلصقش ليا صافيو بالنسبة لطريقة دي الطيب ركش شو معايا كما قنورق بالكورة بالكورة هاكا وكنحط فوق في المقلاء وديك الكورة اللي ورقت اللي كتكون الفوق كنرجعها لتحت وانا غادة هاكا حتى كندير واحد الكمية اللي كتيرة بعد شكل هدا اللي ممضح في الفيديو صافيو اللي كندير واحد الكمية كبيرة صافيو كنحبس ونعود ثاني نبدأ من اللول كندير نفس الطريقة صافيو اللي طيبت هاقرها كنديرها في واحد السربيتة ضروري كندير فيها التريد وكنغطي عليها صافيو حتى كنكمل هنا را من اللي كملت التريد كامل كما كتشوفو را كيجي ممرق وكيجي شفاف بزه كتر من القياس را ايدي كتبع من من التحت كما كتشوفو معايا شوفو را الورقة على خطها شوفو تفرق الله ما شاء الله كيجي يغزاله بالنسبة للخربة قومي إذا ما بغيتوش تديرو ما تديروش إذا بغيتو تنسمو بالمساخن ديروه أنا ما درش المساخن لأنك كانش واحد ما كيقولش المساخن داك شي علاش ما ما درسوش في العجينة هادي التريد هادي التريد وصفيدة بغيتين نعود الورقة لهاد هادي التريد هادا شوفو تفرق الله كيف أشراك يجي ناشف وحاولوا ما تقويش زيت نهائيا حتى من اللي تورقه من اللي تبديو تورقه ديرو غير القياس يعني اللي تورق ليكم العجينة صافي حاو باش نجيكم هاد باش هاد التريد هذي يجيكم زوين يجيكم ناشفو ما يجيكم شو بزيز ومعنا كيما شو معين راني درسو رولوات هاكا فوقا ديمدا نقطع ممكن تقطعوه بالطريقة تقليدية العادية غير بيديكم يعني عادي الخفيثة العادي أو تريد العادي وممكن تديرو هاد طريقة هذي ومهمتو من اللي بغيتو مهم أنا قطعت به هاد الشكل هادا قديرو مهم حاولو ما تعرضوش بززف وما تديروش جاني متقطعوشها تريد رقيح بززف مهمة لده تقريبا واحد سانتي معاكا صافيو هادا هو وشكل نهائي كما كتشوفو يطارقة بسيطة جدا وناجح من اول جريبة وكنتمنى الفيديو هنا لإعجابكم وإلي عجبكم ما تنسوش انكم تبرتجوا مع الاهل والأحباب ما تبخلوش ريابو حجي من التشجيع وكنقلكم مع فيديو جديد بإذن الله في أمان الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة